لا نعتمدش على شهادات الميلاد فقط في هذا الموضوع السيد إبراهيم النادي الأهلي كان ألغى فريق بأكمله فريق 16 سنة كان بالجرب لأنه لما طبع عليه وسائل الفحص الطبية الحديثة اللي بتحدد سن اللاعب اكتشف أن كثير منهم مسنن وأن الشهادات مش دقيقة وانطلقت المسابقة ولكن فوج النادي الأهلي أنه بيلاقي بعض الفرق وفيها فرق مهمة جدا زي أمبي مثلا ما عملتش هذا الكشف فانت رأيك إيه في الموضوع وقبل ما نعرف رأي كابتن محمد عامر وكابتن أيمان محمدين من الأهلي وأمبي في هذه القضية طيب عشان نحط الناس بس في الصورة عايزين نقول هو إيه عملية التسلين ولا التزوير في الأعمار لها أكتر من سبب وأكتر من طرية واحدة من الطرق طبيعية جدا ومشروع يعني التزوير مشروع ومحدش يقدر يمسكه ولا يمنعه على الإطلاق وهو أنه باش مهندس في بعض الطبقات الشعبية الطفل بعد ما بيتولد يتأخر تسجيله يتأخر شهر يتأخر سنة يتأخر سنتين فبالتالي أنت بتلاعب طفل على أنه موليد ألفين لكن في حقيقة الأمر هو موليد أبلها بسنتين كمان وربما أكتر أو أقل ده تسنين أو ده تسجيل متأخر لتاريخ ميلاد الطفل بيجي نضم المدرسة الكرة داخل وهو عنده 8 سنين بيتنافس مع أطفال عندهم 8 سنين لكنه في حقيقة الأمر عنده 10 سنين شهدت ميلاده حقيقية أوراقه سليمة 100% محدش يقدر يمسكها عليه وده اللي موجود غالبا في أفريقيا كلها فكرة التسنين أو التسجيل المتأخر للعبين أو للأطفال الصغار فيه تسنين تاني باشواندس وقال إنه ولي أمر أو أب شغوف جدا إن ابنه يطلع عليه بكرة ابنه في سنة تانية ابتدائي سي اسمه محمد أخوه أحمد الكبير مش في تانية ابتدائي في ستة ابتدائي ياخد شهادة أحمد اللي في ستة ابتدائي ويروح بيها إن ده محمد اللي في تانية ابتدائي بدل من أنه عنده سبع سنين أو بدل من أنه عنده 12 سنة بيدخله إنه عنده سبع سنين بيدخل الاختبارات طبعا بيختبر مع أعمار أصغر منه بأربع سنين فمتفوق بدنيا عليهم وفي الأعمار السنية الصغيرة الست شهور بس تفرق في البناء العضم والبناء العضلي الست شهور لوحدهم كافيين إنهم يحدثوا الفارق فلما بيختار يا باشو مهندس يدخل في سن أكبر هنا بنخش بقى من تسنين وعملية فيها حسنينية أو فيها نوع من عدم الوع إلى تزوير مباشر وصريح وده أخطر أنواع الغش في هذا الموضوع لأن التزوير هنا بيبقى مقصود مش بقى نتيجة إنك أنت السهي عليك أو جاب شهادة ميلاد أخر إنما إما تروح تجيب شهادة ميلاد واحد ودخل واحد تاني به ده تزوير والآن دي بتقعد ضحيته وبيكون الضحية أحيانا الشهد بنتاج الفريق بأكمله طبعا لأنه مجرد ما نادي منافس توصل له المعلومة بيسيب الفرقة المنافسة له ترتكب هذا الخطأ في إشراك لاعب في غير سنه وبيبقوا عارفين عن طريق زميل له عن طريق واحد من حتته واحد من بلدياته واحد الناشئ سبق أنه يختبر في نادي آخر فبالتالي المدربين ربما يكون عندهم معلومة بسنه الحقيقي لغاية لما الفاس تقع في الراس والناشئ يشارك في عدد من المباريات يروح النادي الآخر مقدم شكوى لاتحاده الكرة يثبت من خلالها أن هذا اللعب اللي بيلعب تحت 12 سنة وفي حقيقة الأمر عنده 15 سنة وبيثبت ده من واقع السجلات المدنية فبتتلغي كل نتائج هذا الفريق وزي ما المهندس عادل قال في البداية النادي الأهل اضطر في بداية هذا الموسم إلى تسريح فريق بالكامل بعد ما تم إجراء فحصات علمية دقيقة للتأكد من أعمار هؤلاء اللعبين وثبت عدم سلمتها ده ده التزوير اللي بحسن نية إنما الوقع اللي احنا بصدادة دلوقتي اللي اشتكى فيها النادي الأهلي تخضب باحتجاج إن فيه لاعب اسمه مصطفى حجازي شارك باسم شقيقه عمر حجازي فيه مصابقة موليد تسعين ويبدو ده مع امبي مع امبي يبدو شوف بقى لما يكون موليد تسعين لاعب تبانية وتسعين تبانية وتسعين تبانية سنين فرق ده يبقى وحش فوصل الأطفال دول صحيح فطبعا دي مسألة بتبقى واضحة جدا على أي حال ياريت لو معرفش نبتدي بمين أنت